أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريراً ناتج المحلي الإجمالي للفصل الأول من 2018 الذي أشارت فيه التقديرات الأولية إلى زيادة النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية بنسبة 5.1% مقارنة بالفصل الأول من العام الماضي ويرجع ذلك إلى استمرارية النمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية وإسهامها في تحقيق تطلعات التنمية المستدامة وأوضح التقرير أن نتائج معدلات النمو في القطاع النفطي قد سجلت زيادة بنمو 17.3% بالأسعار الجارية وبين التقرير أن الصناعة التحولية قد نمت أيضاً بسبب زيادة الإنتاج كماً وسعراً للشركات الصناعية الكبرى في البحرين أكد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أن البنوك في البحرين تتمتع بوضع مالي قوي يتحسن بصورة مستمرة وذلك بدعم من سياسات مالية ونقدية حكيمة يقودها مصرف البحرين المركزي وذلك جنباً إلى جنب مع حرص البنوك البحرينية على تطبيق الممارسات المالية والمصرفية المحققة للمعايير الدولية وتبني أحدث الأساليب الإدارية والفنية التي تضمن استقرارها المالي واستدامة نشاطها ونمو أرباحها والآن نتوقف مع أسعار صرف الدينار البحريني مقبل العملاة الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1334 نقطة بتراجع نسبته 0.3% وذلك عائد لارتفاع قطاع البنوك التجارية وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.55.000 سهم بقيمة إجمالية جاوزت 653.000 دينار تم تنفيذها من خلال 77 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهم المتداولة ما نسبته 51% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة وننتقل الآن إلى أغلاقات البورصات الخليجية ونبدأ بالسوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8417 نقطة كما هو موضح على الشاشة بارتفاعا بلغت نسبته 1.1% وكانت الرابح الأكبر بالنسبة للتداولات هذا اليوم أما بالنسبة لسوق البي المالي فقد أغلق عند مستوى 2895 نقطة بارتفاعا بلغت نسبته 0.71% وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد كان الخاسر الوحيد بالنسبة لتداولات هذا اليوم بإغلاقه عند مستوى 4498 نقطة بانخفاضا بلغت نسبته 0.42% هذا وأعلن مؤشر مورغانستان للمركب أن السعودية ستنضم العام المقبل إلى مؤشر أسهم الأسواق الناشئ الرئيس لديه والذي يقيس نحو 1.5 تريليون دولار من الأصول العالمية عقب انضمام الإمارات عام 2014 فيما من المتوقع للكويت أن تدخل في عام 2020 وبدأ جي بي مورغان مشاورات حول انضمام هذه المجموعة الربعية إضافة إلى البحرين إلى مجموعته المؤثرة جدا المكونة من مؤشرات الأسهم السيادية المقومة بالعملات الصعبة في الأسواق الناشئة في خبر آخر دعا سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى العمل مع الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي لما تمثله الصين من ثقل وتأثير دولي كبيرين وخلال كلمته عشية انعقاد منتدى التعاون العربي الصيني في بكين أكد سمو أمير الكويت بأن العلاقات الاقتصادية بين الكويت والصين يمكن البناء عليها لتحقيق المزيد من التقدم في المشاريع المستقبلية ونوه سمو أمير الكويت بقوة التعاون بين دول الخليج العربي والصين مشيرا إلى أن المفاوضات المتعلقة بإقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون والصين تعتبر أحد أهم نتائج هذا التعاون منوها بحجم التبادل التجاري بين دول الخليج العربي والصين والذي وصل لمائة وسبعة وعشرين مليار دولار ترجعت ودائع المصارف القطرية للشهر الثاني على التوالي حيث فقدت أكثر من ستة وثلاثين مليار ريال خلال شهرين مايو وأبرل من العام الجاري مع حالة التذبذب الكبيرة التي تعيشها المصارف خلال الفترة الماضية ووفقا لتحليل استندع إلى بيانات مصرف قطر المركزي فقد تراجعت ودائع عملاء المصارف القطرية مدفوعة بتراجع ودائع جميع القطاعات لكن القطاع العام القطري جاء الأكثر تراجعا بسحوبات بلغت خلال شهرين أكثر من واحد وعشرين مليار ريال قطري وجرى سحب الجزء الأكبر من ودائع القطاع العام بالريال القطري اذ تراجعت بأكثر من ثلاثة عشر مليار ريال قطري في حين تراجعت ودائع القطاع العام بالعملات الأجنبية بنحو ثمانية مليارات ريال قطري طلب السفير الأمريكي لدى ألمانيا من برلين منع إيران من سحب مبلغ نقدي ضخم حسابات مصرفية في ألمانيا وذلك لمواجهة تداعيات عقوبات مالية أمريكية جديدة على طهران وذلك عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وكانت صحيفة بلد أول من كشف أن السلطات الألمانية تدرس طلبا من السلطات الإيرانية لسحب ثلاثمائة وخمسين مليون دولار من حسابات بنكية في ألمانيا وتحويلها إلى إيران والآن نلقي نظرة سريعة على أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية أخيرا تراجعت أسعار الأغذية العالمية خلال الشهر الماضي للمرة الأولى في 2018 مع القلق بشأن تصعيد الحروب التجارية وهو ما ألقى بظلاله على الأسواق وأظهرت بيانات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو أن مؤشر أسعار الغذاء سجل 173.7 نقاط خلال شهر يونيو الماضي بتراجع قدره 1.3% مقارنة مع ما يسبق له وأوضح التقرير أن الهبوط في المؤشر يرجع إلى تراجع أسعار القمح والذرة والزيوت النباتية بما في ذلك المصنوعة من فول الصوية وعلى أساس سنوي تراجع مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 1% في يونيو الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي